أحيى الملايين من أبناء الشعب الإيراني اليوم ذكرى يوم تسعاء بحضور لافت في المجالس والحسينيات وأقام العزاء لذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه المنتجبين وتشهد المدن الإيرانية كذلك غدا خروج أطخم مواكب للعزاء على الإطلاق بمناسبة يوم عشراء وبمشاركة واسعة من الأقليات الدينية للوهلة الأولى تحسب أنك في مجلس عزاء حسيني يقيمه أتباع أهل البيت عليهم السلام لكن عندما تقترب أكثر ترى رموزا ومجسمات تشير إلى المسيحية والزرادشتية واليهودية إنهم الأقليات الدينية في إيران يشاركون المسلمين المجالس العشرائية ويعدون النذور ويقدمون الطعام حبا وتبركا بصبت الرسول الأعظم الإمام الحسين بعقيدة هؤلاء ليس حكرا على طائفة معينة أو دين دون آخر نحن نحب الإمام الحسين وأهل بيته ونعتقد أنه من واجبنا المشاركة في مجالس العزاء نحن الزرادشيين اليزيديين تربينا على محبة الإمام الحسين والإمام علي وأهل بيته وندعو الله أن يحفظنا ببركة هؤلاء ويعرفنا قدرهم تحقيق العدالة وإصلاح الأمة وتربية الفرد قيم ومبادئ ثار من أجلها حفيد رسول الله الإمام الحسين عليه السلام وأكدت عليها الأديان السماوية كافة فثورة الحسين كما يقول المسيحيون لها معان إنسانية عظيمة صالحة لكل زمان ومكان نحن المسيحيون نعتبر الإمام الحسين شخصا مقدسا رجل له الكثير من الكرامات وقد انتهج طريقا إصلاحيا صحيحا نحن المسيحيون نحب الإمام الحسين كثيرا والطعام الذي تم إعداده على محبة أهل البيت نحن نتبارك به ونضع ملعقة صغيرة منه في طعامنا ونواضب على أكله طيلة العام